الفقرة دي كلامها رسمي مع أني اسمها ماتشواتي احترفت في ألمانيا وإنت سنك صغير جداً فاكر أول يوم سافرت فيه كان عامل إزاي وقضيت الواحدة كده كان عامل إزاي؟ آه كان يوم كئيب جداً كان يوم صعب لأنني سافرت في عيز الشتاء وكانت جاو سقعة جداً أنا فاكر وصلت البلد كان فيه تلج وكنت تقريباً يعني أول مرة هتمرن في تلج كنت سافرت مع أهلي قبل كده فشفت التلج طبعاً بس كانت أول مرة ألعب كرة بقى في تلج فاكر أول يوم وصلت من المطار رحت القتال حطيت حكتيه وطلعت على النادي على طول على طول؟ على التدريب على طول وكنت مش عارف هتمرن لسه مش واخد على أن ألعب على التلج وستلزت للشكل المعين وطريقة التمرين واللعيبة ولسه ما تعرفتش على حد فكان يوم كئيب جداً غربة وضمطر وضلمة وحسس بغربة لعبة صعب لعبة ما تعرفهمش ما كان لوحدك فيه سنك صغير بالضبط يعني فاكر حتى أن أنا من كتر ما أنا كنت مكتئب ما تعشيتش اليوم ده خلصت التمرين ورجعت على القتال أعدت في القوضة وكان معي بسكوت كده مش هقول اسمه كنت جايبه معي من مصر أعدت أكله في السرير وحسس بغربة بقى غير طبعاً لحد ما رأت في النوم دراما دراما كبيرة كده لحد ما رأت في النوم طب إيه أغرب موقف حصلك بقى وأنت هناك حسيت يعني فعلاً أنا راجعوني مصر أو أنا متغرب قوي كان حصل مشدة بيني وبين مدرب لأنه أنا ما كنتش بفهم ألماني وهو قال كلمة كده يعني مش حلوة وأنا ما كنتش فهمتها وبعدين سألت حد فترجمها لي فاروحت رايح تخنقت مع أخنا كبيرة جداً وطور ما أنا عايزة أمشي كنت صغير بقى فأنا عايزة أمشي وأرجع بلدي ما حدش تكلمني كده مش ميكمل عايزة نفسي بقى يعني عايزة نفسي طلعت فجأة كده فحصل الكلاش ده وبعدين جي اعتذر والنادي بصراحة عقبه جامد جداً فحسيت إن في حق بيتاخد لما حد بيقى غلطان ملهاش علاقة إنت مين وفين وجاي منين في حق بيتاخد من هنا ابتديت بقى أتعود عليهم وبتديت أتكلم معهم وبتديت أحب إنت كنا متعرفش ألماني ده موضوع أصعب وأصعب ما كنتش أعرف ألماني وقتها بيكلموك بقى إنجليك يعني حاجة تلك هو بيكلم ألماني وأنا مش فهم فبيقول حاجة مدايقتي بالمشاورة طب إيه؟ بتتمرن إزاي؟ بتاكل إزاي؟ بيجيب حاجة من السلوماركت لا بتمرن إزاي الكرة فيها لغة يونيفرسل يعني الكرة في الملعب هنفهم بعض أوكي تحركاته هنتكلم بلغة الإشارة في الكرة عادي جداً الكرة ليها لغة أصلاً عندك 17 أو كان 18 سنة؟ 18 سنة 18 سنة ثلاث بقى منفتحة جداً مفيش حاجة ممنوعة ثقافة إزاي قدرت وإنت لسا صغير يعني مش ناضج وكبير إنك تسيطر على نفسك من محظورات كتير جداً ممكن تعملها وإنت لسا شاب أنا بشوف سنة 17 سنة 18 دا أصلاً مراهق أنا بشوفه كده يعني طبعاً فإزاي عرفت تزبط الحتة دي؟ هي بتتزبط بالروز اللي هم بيحطوها يعني بتتزبط بإنت بتشوف قد إلي عايبة محترفة وبروفيشنل بياخدوا بالهم من نفسهم ومن صحتهم ومن تدريبهم ومن أداءهم في التمرين عامل إزاي؟ لأن إنت لو ما اتمرنتش كويس مش هتلعب ومهن قوي إنك تلعب علشان تزبط نفسك وعلشان عقدك وعلشان تكمل وعلشان تعمل لنفسك إسمك فكان في حاجات أهمة بكتير من الرفاهية خلاص فيه بروجرام وفيه وفيه وقت الرفاهية فيه أيام بتبقى أجازة فبتنزل وبتخرج وبتقابل صحابك وتروح مطاعم وتاكل وتنزل تشوف البلد وتتفرج على بلد تانية وممكن تسافي البلد تانية وترجع أو أكيد طبعاً كمان التربية وكابتن صراح حسني وزرع وفيك فده فرق معيك جداً كده كده التربية بتفرق في حياة البني آدم إنت تربط منين إزاي وجاي منين دي بتفرق قوي السؤال بنقول بقى لكل راجل اتغرب الغربة بقى يعني تعليد الطبخ يعني خليتك تتطبخ بقى لأن أكيد في بيتك ما كنتش بتعمل ده أنا بحب الأكل الإيطالي جداً وكان بالصدفة كان معي زميل ليه في الفرقة إيطالي فانتي عرفت طلعين عاملين زينا كرمة جداً ويعزموا في البيوت وبتاعه وكان هو والدته على طول تعزمني عندهم واكل فتعلقت جداً بالأكل الإيطالي الباستا والبيزا إحنا طول عمرنا بنحب الباستات والنشويات دي يعني تعلمت منهم إزاي الأكل الإيطالي بيتعمل إزاي ومواصفات معينة ومواصفات معينة ومواصفات معينة فتعلمت كم حاجة كده بقيت بعملها على طول يعني وخلاص بتطبخ بقى وحبب الموضوع مش كرهه مش متال لا لا بحبه بحبه جداً طب وبعد ما تجوزت وكده بقى بالإستال بتفكر مثلا تجي لك وقت أو لك أنا هقوم أطبخ الفاستا هعمل فيتزا كده أنا اللي بعمل الفاستا في البيت من نوع حد يعمل فيتزا أنا متعلمها بقى الإيطالي بقى أشكال مواختلفة يعني أوكي بحاجة بقى جامد وكده أوكي أنا عارف كمان أنت وأمير قرارة بتعمله كده مع بعض أوكي بيتطبخه ساعات بنامل كده أوكي جايلنا المزاج كده الأم أيمين أنا هو عاملين كل واحد أعمل حاجة كده أوكي ونأكلهم ولولاده طيب مين الصديق اللاعب اللي كان صديقك من أيام ما كنت بتلعب ولسه نكمل معك لحد دلوقتي والله كلهم زمالي وحوالي ما فيش حد يعني ما فيش حد بلوقتي بالذات أن طريقة اللايف ستايل بتاع التمثيل خدني شوية من الحتة دي بس أنا بحبهم كلهم يعني فيه ناس علاقتي بيها يعني بتكلموا بعض بقى في الأعيات يعني أنا بحب محسوم غالي جدا وصديقي جدا ميدو صديقي حزم إمام صديقي مين تاني الحضري بنتكلم على فترات إبراهيم سعيد بنتكلم على فترات فيه ناس كتير قوي ومش عايز ناسر حد بس كلهم حبايبي اه فيه علاقة وود وكده ممكن نقول ايه في الجيل القديم دايما الناس كانت شوية مسيطرة على نفسها أكتر مين اللاعب اللي كان في جيلكو؟ لا عصبي ما برا برا لكمكم ما فيش عمري ما شفت حد زيهم في حياتك عصبيين جدا هما الاتنين مش ممكن طب انت العصبية دي كانت بقى بتشوفها قدام عينيك كانت بتقسع عليك بتوترك او يمكن تكون هي اللي خليتك تقرر انك تسيطر على العصبية دي مثلا لا هي خلي بالك عصبية فيها شغف للفوز ولان عايز يبقى كويس وعايز يكسب فهي عصبية مش مضرة هي عصبية إجابية بس هو كانت بتيجي على أعصابهم هما يعني بيتشدوا جامد جدا اه هما اللي بيتأثروا اه طب فيه لعيب كان مثلا شفته كان بتلعب معاه او كان قدامك كلكم متوترين وهو هادي تلاجة ما فيش مشاكل انتو كلهم فيه كتير في الوادي مين تاي يعني حازم إمام كان هادي جدا عبدالسطار صبري هادي جدا اه انا هادي جدا اه ساعتها اه وانا بلعب كرة يعني مين تاني هاديين اعتقد رمزي هادي جدا اه الحضري زي حسام إبراهيم عصبي جدا اه على طول فيه طاقة كده بس هما دول بيقولوا دايما اي حد بيشتعل اي شغل الشغل بيأثر على شخصيته ايه اللي تغير في شخصيتك لما عملت الشافت ده لما انت كنت لاعب هنا وبطلت كرة وبقيت فنان ايه اللي تأثر بقى في شخصيتك كفنان وتضفلك او تغير حلو او وحش زي ما بقولك بقيت اهدى بقيت اهدى اكتر بقيت اهدى اكتر لاني التمثيل بيعمل حاجة في الواحد بيخليه بيسيب نفسه شوية وبيعمل اه فلما بيرجع على نفسه بيشوف نفسه بشكل اوضح بطاقة الخروج وطروع برا شخصيتا بتخليك زي ما كنت بتعمل ريفراش بتعمل ريفراش بالزبط كده فيه متعة مختلفة حسنو انت بتتكلم يعني كل ما نيجي نتكلم تانية عن التمثيل رغم انك بتحب الكرة جدا لكن انا بحس اه حسيتي بالشغف التمثيل اه 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 اول ما تتكلم عن التمثيل اه السهوة التمثيل ده يعني بفوجة نظري احنا يعني الحمده الله محظوظين جدا ان احنا تبقى مهنتنا التمثيل لان ايه احلم ان انت تعمل تطلع من شخصيتك وتبقى دكتور مرة وبعدين تبقى فتوى مرة وبعدين تبقى بطل مرة وبعدين تبقى فيلن مرة وبعدين تبقى طيب مرة وتعيش حاجات غير شخصيتك كثير فالحمده اللي دي نعمة يعني شايف ان هي نعمة لأي حد بيشتغلها والمهمة يعني مش في التمثيل بس على فك في أي حد بيشتغل شغل أنا بيحبها يحس زي ما أنا بقولك كده هتحسي عنده شغف لي أهم حاجة عندك شغف للحاجة بتشتغلها عشان تعرف تدي فيها عشان تعرف تبقى ناجح فيها وتأثر في الناس فقطك ما بتخلص في عطاقك لها في مسلسل الدايرة كنت عامل دور دكتور نفسي وعنده علاقات غريبة بالله حواليه وبيأذيه هل عمرك قابلت أو عانيت من العلاقة توكسك؟ آه طبعا آه قابلت العلاقة دي أكيد طلعت منها بإيه بقى؟ لا طلعت منها بأنه البني آدم الوحيد اللي هيعرف يأثر فيك يأذيك أو يفرحك هو أنت أنت لأنت هتسمح لللي قدامك أنه يأذيك وهتسمح لللي قدامك أنه يفرحك بإيه؟ بأن أنت تبقى متصلح مع نفسك بأن أنت تبقى عارف كويس قوي أن محدش يقدر يختارك ويبقى عندك ثقة في نفسك بتبقى تعمل اللي عليك من الآخر يعني لو أنت بتعمل اللي عليك بتشتغل وبتكتهد بتتأكي ربنا عارف إيه الصحة وإيه الغلط فبتعمل الصحة وبتبقى عن الغلط الحاجات اللي أهلين علموه لنا واحدة واحدة كده وإحنا ماشيين وكنا بنسمعها ونطنش دي وناخد دي ونطنش دي وناخد دي هي فعلاً الأساس الأساس للشخصية السوية القوية لأن هيجي في حياتك ناس كتيرة قويسة هيجي في حياتك ناس كتيرة وحشة فأنت لازم يكون عندك بيزك كده يعني الأساسيات لازم يكون عندك بيز وإساس إن أنت تقدر تستحمل وتقدر تعدي وتخش في أزمة فتعدي منها ده الباور وده القوة مش أي حاجة تاني بس أنت عملت دور دكتور نفساني هل أنت عمرك زورت دكتور نفساني عشان تفاتفت حتى معين؟ أكيد مش ضد الحكاية دي فقط مش ضد أنا عشان أعمل الدور ده أنا عادت مع دكتور نفساني أنت زورت عشان تغير التامل لا أنا في حياتك الشخصية لا قبل كده مثلا دخلت وهو مش عيب أصلا يعني لا لا مش عيب طبعا بالعكس وقت صعب ضغط حاجة نفسية حاسيت أن أنت محتاج أنك تغير مع دكتور نفسي أنا عمري يعني قبل المعمل الديرة ما كانش حصل لكن أعدت أعدت بقى معهم طبع عادت مع كذا دكتور نفسي وشرحوا لي بس أعدت من وجهة نظر إن أنا عايزة أعرف هو يعني بقيت أنا أنا اللي بسأله فهموا؟ لأني عايزة أعرف هو بيتعامل إزاي بيغسر إزاي وعلى فكرة فيه الدكتور النفسيين عندهم عزة نفس وعندهم لأنه هو كاتم أسرار فهو عنده مسئولية كبيرة جدا أنا متعاضي مع أي دكتور نفساني هتحسي إنه كاتوم جدا لأنه لازم يحافظ على المصداقية بتاعته وأن المريض اللي جاي له اللي بيحكي له أسراره ده لازم يبقى هو بني آدم محل ثقة لأ وتحسي لازم يكون عنده صفات خاصة أي دكتور تاني هتحسي بالزبط طبعا بيسمع كتير طبعا منقول إيه؟ بيعرف يحمي نفسه جامد قوي من كمة النجاتف أنيرجي اللي بياخدها من الناس بيعش يحتوي ما بيحكمش على اللي إنت بتقوله وده أهم بيحكمش عليك ده صعب جدا أعرفك طبعا هو بيقولك رأيه في الآخر بنا أدمي يعني يسيبك تتكلم وحتى إذا إنت صح أو غلط ما بيقولكش حاجة يسيبك يتكمل وهدمي يقولك وجهة نظره بس فهو حتى أنا بنيت الكاركتر من التعامل اللي تعملته مع الدكاترة دي وقعت شوية حلوين معهم طب بما إنك يعني ما قابلتش دكتور نفساني أو ما تعرضتش لده أي إنسان طبيعي بيبقى كلنا بيبقى مخنوق ما عندي فترة مش حلوة بيبقى بيبقى عنده شخص بيفادفاد معي إنت عندك الشخص ده اللي بتجري عليه تفادفاد معي أكيد مين شخص ده يعني زوجتي فادفاد مع صديقتي جدا مراتي مقابل زوجتك تاي قبلها عندي صديقي الطفولة بقى عندك صديق طفول حد الوقتي متكمل معي طبعا طبعا بس فاندر حاجة مهمة جدا بيبقى محزوز قوي بيبقى محزوز قوي البني آدم اللي عنده صحاب طبعا بس بجد صحاب اللي بهم من وحنا صغيرين الصديق يعني انت كتكلمنا على الصديق طب اسمه إيه؟ هشام هشام صديقك من وانت أطفال وحنا في كي جي وان فاهمين بعض بقى وفي كل مراحة حياتك جدا من غير ما نتكلم عادي ممكن نقعد أصلى ما نتكلمش وقوم تماما على فكرة أنا سمعت القصة دي قبل كده نجفينيس في وقت متى بيكون متضايق سحاب تبقى محتاج حد يود جنبك سيك تحتاج وجوده بس لاحقا